الأسهم الأمريكية اليوم مرتفعة ومرتفعة بقوة بقيادة أسهم شركات الطاقة وأسهم الشركات الصناعية وعلى رأسها كاترو بيلر أكبر شركة في العالم لصناعات المعدات الثقيلة أسهم شركات الطاقة مرتفعة نظر الارتفاع سعر خامل بيترول بشكل كبير اليوم سهم بريتش بيتروليوم مرتفع بنسبة 10% اليوم بعد أن بدأت الشركة في احتواء جزئي لمشكلة التدفق النفطي في خليج المكسيك المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية الآن وقبل حوالي 20 دقيقة من جلسة التداول هذا اليوم كلها مرتفعة دوجونز الأسهم الصناعية مرتفعة 250 نقطة ناس ذاك الأسهم التكنولوجيا 54 نقطة ستاندرد أندفور 500 العام مرتفع 28 نقطة العجز التجاري الأمريكي أيضا ارتفع بنسبة أقل بكثير من التوقعات ارتفع بمقدار 300 مليون دولار في أبريل ليبلغ العجز الكل 40 مليار و300 مليون دولار سعر البترول مرتفع بشدة بسبب انخفاض الدولار والعلاقة العكسية بين سعر البترول وسعر الدولار الأمريكي سعر الخام الخفيف في بورصة نيويورك للسلع نايميكس مرتفع إلى 75 دولار و50 سنت جزء أيضا من ارتفع سعر البترول هو ارتفع كبير في صدرات صينية مما يعني المزيد من الطلب على الطاقة سعر ذهب منخفض 8 دولارات إلى 1121 دولار و90 سنت نتيجة أن سعر الذهب كان قد وصل إلى أرقام عالية ومرتفعة جدا مما قلل الطلب على الذهب خاصة في الهند أكبر مستهلك في العالم لذهاب سعر الفضة مرتفع سنت 1 إلى 18 دولار و29 سنت الدولار الأمريكي منخفض أمام جميع العملات الرئيسية اليوم وهذا هو السبب وراء ارتفع سعار السلع والمعادن بشكل كبير اليورو تعدى دولار و20 سنت وبتحديد دولار و21 سنت الاسترليني مرتفع إلى دولار 47 سنت الدولار منخفض أمام اليني إلى 91.22 في آسيا شهدت أسواق المال الرئيسية ارتفعات جيدة اليوم في اليابان وفي بورصة توكيو أنها مؤشر نيكي تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1% بعد أن بلغ معدل النمو الاقتصادي الياباني في الربع الأول من العام الحالي 5% جاء أعلى من التوقعات مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج ارتفع بمقدار بسيط حوالي 11 نقطة في بورصة شانغهاي انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.8% رغم ارتفاع صادرات الصين ولكن ارتفاع أسعار المنازل في الصين بنسبة انتعدد 12% تغى على تأثير زيادة الصادرات في أوروبا أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشي أن البنك سيواصل توفير السيولة للبنوك التجارية من أجل تجنب أزمة إتمان جديدة أبقى البنك سعر الفائدة على اليورو لما هو عليه عند 1% وتوقع البنك المركزي الأوروبي يعني يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 1% هذا العام و1.2% العام القادم بنك انجلترا المركزي أيضا أبقى على سعر الفائدة على الاسترليني عند مستواه الحالي 0.5% أسواق المالية الرئيسية في أوروبا أغلقت على ارتفاعات جيدة في لندن أغلق Financial Times 100 على ارتفاع بنسبة 0.9% في باريس أغلق كاك 40 على ارتفاع بنسبة تعدد 2% وفي بورصة فرانكفورت ارتفع ماشر داكس بنسبة 1.2% السودان قدم تسهيلات وإعفاءة ضربية للمستثمرين من أجل توفير فرص عمل في الفترة القادمة أبو بكر أحمد مراسل الحرة في الخرطوم يرسل تأثير تلك الإجراءات على الاقتصاد السوداني ونستمع إلى التقرير التالي السودان بمساحته الشاسع ومناخاته وموارده المتعددة إضافة لموقاه الجغرافي كمعبر لدول القارة الأفريقية بات قبلة للمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة مستثمرين حفزتهم موارد البلد وسياسات ووعود الواصلين إلى السلطة لترق باب الاستثمار فيه بعد تحرير الاقتصاد وتقديم تسهيلات أمام المستثمرين كالإعفاءات الجمركية التشريعات والقوانين الموجودة في السودان الخاصة بالاستثمار تعتبر تشريعات وقوانين مشجعة جدا للاستثمار ومرينة وتعطي المستثمر كثير جدا من الامتيازات التي تحفز على الاستثمار في السودان وكذلك البنيات التحتية التي تساعد على عملية الاستثمار في السودان إلى حد كبير بوزل فيها مجهود وتحسنت إلى حد كبير نمو مقدر حققه السودان خلال السنوات الماضية بلغ فيها إجمالي لإنتاج المحل ستون مليار دولار لكن السودان وكغيره من دول العالم وقع أسير الأزمة المالية العالمية لأن خفض معدل النمو فيه من 12% إلى 5% لكن المفارقة أن هذا النمو الجيد رغم الأزمة لم ينعكس بصورة واضحة على المواطن لقد بلغ حجم الاستثمارات في السودان حوالي 25 مليار دولار ولكن كل هذه الاستثمارات قد وجهت إلى قطاعات بعينها لقد كان قطاع الاتصالات وقطاع النفط وقطاع الخدمات بصورة عامة هو القطاع الأكثر استحوازا بعد القطاع الصناعي ولكن للأسف الشديد أن القطاع الزراعي لم يستحوز هو أقل من 3% من هذه الاستثمارات طيلة السنوات الماضية وهذا القطاع الأساسي الذي يفترض أن توظف إليه هذه الاستثمارات فتح الباب أمام المستثمرين فتح بدوره بابا للباحثين عن عمل ووفر فرصا للتدريب لكن الاستثمار ورغم ضخامته وفلكية أرقامه لم يمتظ ظله ليشمل مواطنين صوبوا له سهام الاتهام فيه مصانع كثيرة تأسست فيه شركات كثيرة تأسست بالنسبة لنا إحنا كطلبة كطلاب كلية هندسة منستفيد كثير منزور المصانع دي ومنستفيد ومنشوف الجديد شنو في عالم التكنولوجيا عند دخلة السودان دي فيه استثمار في البلد لكن إحنا هم مستفيدين منه يعني ما فيها صارح لنا إحنا الاستثمار في السودان ورغم محفزاته لكنه يعاني منفرات منفرة سببها الحروب والصراعات الدائرة في السودان تسهيلات